اهلا بكم الى مجازي اخبار الان افاد نشطون محليون اليوم ان مدنيين من بينهم اطفال جرحوا جراء قصف جوي يرجح انه لطائرات قوات الاسد على بلدة شمال مدينة درعا جنوب السوريا وقال النشطون ان الطائرات شنت غارتين على بلدة ابتع ما ادى الى اصابة سبعة مدنيين بجروح كذلك قصفت قوات الاسد احياء البلد في مدينة درعا بنحو 13 صاروخا من مقارها في درعا المحطة تجري منظمة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة تحقيقا بشأن عمليات قتل نفذها تنظيم داعش مدنيين حاولوا الفرار من غربي الموصل خاصة في الايام الاخيرة الماضية وفق ما ذكر مكتب حقوق الانسان في بيان له هذا وتشير التقارير المنظمة الى قتل اكثر من 231 مدنيا من بينهم اطفال اثناء محاولة الفرار منذ 26 من ايار مايو الماضي لقي 11 شخصا حطفهم اليوم اثر هجوم على مدينة ميدوغوري شمال شرق نيجيريا نفذت جمعة بوكو حرام المتشددة وفق ما اعلنت الشرطة نيجيرية واوضح مفوض الشرطة ان ثلاثة هجمات انتحارية شنها المسلحون قتلت عشرة مدنيين في حين قتل مدني اخر اثناء محاولته الهروب حفظت وكالدو ساندرد اند فورس ان للتصنيفات الاتمانية تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري الى ادنى مسوياته في 11 عاما واستعلمات على نزوح اموال سندق الاستثمارات المحافظ بسبب الازمة الديبلوماسية بين الدوحة ودول اخرى هذا وقالت الوكالة ان الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة جراء قرار السعودية وعدد من الدول بقطع العلاقات الديبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة وافق مجلس الشيوخ الامريكي وباغلبية ساحقة على تقديم مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على ايران بينما يعتزم نواب تضمين مجموعة من العقوبات لدى روسيا بنفس المشروع وكانت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس قد وافقت على مشروع القانون الذي يفرض عقوبات جديدة على ايران لقيامها بتطوير صواريخ باليسية ودعم جماعات ارهابية فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في المملكة المتحدة لانتخابات تشعية حاسمة لبريكزيت تنظم وسط اجراءات امنية مشددة بعد ثلاثة هجمات شهدت البلاد منذ نهاية شهر اذار مارس ولن تصدر اي ارقام عن استطلاع الترأي عند خلوج الناخبين من مراكز الاقتراع قبل انتهاء التصويت عمام تطبيق واتساب لدرد شاميزات جديدة على نظام اي او اس تضم البومات وفلترات جديدة للصور بالاضافة الى خاصية الرد السريعة وبات واتساب في التحديث الجديد يوفر للمستخدمين خيارات متنوعة ومختلفة لتبادل الصور والفيديوهات شبيهة بتلك الموجودة في تطبيق انستجرام وسناب شات ختم الموجز شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة